خلاص كم ساعة ومنتخبنا الوطني يلعب آخر مباراة في دور المجموعات في كنس الهم الأفريقية ولا بديل عن الفوز إن شاء الله متفائل فرحان حاسس إنه ربنا هيكرمنا ولا لسه عايش على الزعل بتاع أول مباراتين زي بعض الناس لا دايما متفائل إحنا دايما كمحللين أو الناس بتحب الكرة شوية يمكننا متفائلوا كله بالشطة التين بتاع مرشيل الفائل هو ده منتخب مصر هو ده الشكل اللي إحنا كنا منتظرين من أول بطولة تحرر للعيبة بشكل كبير جدا إحنا فرقة جميع مش فرقة دفعية ناس كتير جدا بتكلم عن مدرب وشخصية المدرب وتغيرات ومشتغيرات ده منتخب مصر ولما تحطنا في موقف صعب شوية اللعيبة ظهرت بشكل كويس جدا في بعض حاجات كده الواحد مش عاجبه فيها اللي هو مستوى اللعيبة بعض الأحيان منها الجو منها مش عارف كذا فأنا بكل الحاجات اللي موجودة منتخب مصر انتخب مصر عشان بكرة أستنى إن أنا أكسب كاب فردي أو إن أنا أتعادل أو إن أنا أصعد دي حاجة بالنسبة لنا بزعالنا كلنا إنما أنا بقولك الشكل اللي بانوا عليه آخر مورادة ده اللي إحنا محتاجين انتخب مصر متخب كبير جدا أكبر متخب واحد بطولات صحيح السنة اللي قبل اللي فاتت نهاء البطولة بشكل كويس جدا كاس العالم مفنشين برضو بدربات جزاء نفس اللي عندنا متخب قوي بمجموعة العيبة اللي كلها اللي موجودة حتى الكلام حتى صلاح أنا الكلام اللي انت قلت في الأول الناس اللي في اليومين دولوا أو مبارح أو النهاردة أو ليفربول أو أو صلاح كيما جبيرة جدا بالنسبة لنا أيوا تاريخ بالنسبة لنا هو عمل لنفسه تاريخ هيفضل موجود طول العمر صحيح حدش عمل اللي عمله صلاح صحيح صلاح من اللعيبة كبيرة ممكن يا كريم ما تبقاش في مستواك وارد وارد بشكل كبير جدا تبقاش في مستواك أعظم لعيبة في العالم ومنهم محمد صلاح ممكن يبقاش في مستواك بعض المباريات ننتقد آه ننتقد بس ننتقد بيهدوء ملاش تجريح لأن الراجل من اللعيبة اللي عمله اسم المصري كبير جدا بره اللي ما بتمشي بره أصلا مجيباش غير تصير الصلاح